كم مرة نستيقظ الواحد منا أثناء نومه في الليل لأي سبب كان ثم يعود لنومه في لحظة الاستيقاظ تلك فرصة عظيمة وفضل كبير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم استمع يا رعاك الله لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من تعاض من الليل أي من استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال وهنا الشاهد اللهم اغفر لي أو دعا استجيبنا فإن توضع وصلى قبلت صلاة الله أكبر أخي الحبيب أختي الكريمة بمجرد أن تستيقظ وتقول هذا الذكر وتدعو الله بما تحب من خيري الدنيا والآفرة أخبر الحبيب عليه السلام بأن دعائك مستجعب يا رعاك الله كل ما يحتاجه أن تعلق قلبك بالله لتفوز بهذا الفضل العظيم اللهم يا رب علق قلوبنا بك ووفقنا لهذا الذكر اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريفا لنا في العجر يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة